تطبيع مؤامرات خيانة وترويج للشذوذ الجنسي في المناهج التعليمية هو حال جارة السوء للأسف فمع العد التنزولي للدخول المدرسي اتهم حزب العدالة والتنمية في المغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكيب بن موسى اتهموه بدعم مثلية ذلك على خلفية سلسلة كتب مدرسية تضمنت إشارات صريحة وواضحة تروج للشذوذ والمثلية وسط فئة الأطفال ابتداء من السنة الرابعة خطوة طرحت الكثير من علامات الاستفهام في المغرب افتعلت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق على خلفية هذه الفضيحة التي تمس بالمرؤة والكرامة الإنسانية وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبت في حقه القيام بهذا العمل الشنيع هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل في المغرب بخصوص مضامين الكتب إذ يشتكي أولياء أمور التلميذ والمدرسون بين الحين والآخر من مضامين مخالفة للمبادئ العربية الإسلامية هي إذن سقطة أخلاقية جديدة لكنها ليست غريبة على تجار الأرض والعرض فتحركات نظام مخزن وسياساته باتت مكشوفة وواضحة بل ومقرفة سياسات ستجر عليه الويلات والخراب وما ذلك إلا مسألة وقت لغير ترجمة نانسي قنقر